يعني ممكن السيد الوزير يكون بيدافع عن المحافظ المينيا لكن الحقيقة ان تصريحات سيدة المحافظ ما احترامنا ليه هي تصريحات كانت مستفزة للناس كلها وكانت يعني كان ممكن حتى يقول ان ما عنديش معلومات كافية يعني انا بحاول اجمع معلومات لكن فكرة ان التهوين من قضية بهذا الحجم ومحاولة ان احنا يعني زي ما بقول نفطاسها لمجرد ان احنا ما عندناش معلومات كفاية لا كان ممكن يطلع يقول سيدة المحافظ انا ما عنديش معلومات كفاية انا محتاج اسأل محتاج ابعد حد للست اعرف القضية مش احنا بنتكلمش هنا على ما يتم التحقيق عنه في نيابة احنا بنتكلم على الاهانة التي اصابت المرأة المصرية لكن فكرة ان انا حاول ان انا انهي او اقضي على الموضوع لان ما عنديش معلومات او لان معلومات اتغيرت بعد كده ممكن بقى سيدة المحافظ يطلع يقول والله يا جماعة أنا ما كانش عندي معلومات كافية وبعتذر أن أنا ما عنديش معلومات كافية ده طبيعي يعني ممكن ما يكونش عنده معلومات كافية بس الحقيقة أن حساب الشخص المسؤول هو أكتر كتير من حساب الشخص غير المسؤول والتصريحات دي كانت مستفزة الناس كتيرة جدا فكرة تبسيط الأمور تهيفها لأنه ما حدث مش مجرد أن إحنا حرقنا بيوت إحنا حرقنا نفوس أيضا حرقنا كرامة أهلنا إنسانة فضلت مغطية على الحكاية والحقيقة هي مش مغطية بس عشان الشرف والعار والكلام ده كله يمكن لأنها مش حسة أنها هتاخد حقها يمكن لأنها مش حسة أن في البلد دي في قانون هيرجع لها حقها هنا بقى ده إحساس العدل إحساس أننا لو أنا حسة أن أنا هاخد حقي تاني يوم أو في نفس اللحظة اللي حصلت لي في المصيبة دي هروح أبلغ لكن لأني حسة أني مش حاخد حقي أقول طب أنا هيحصل لي إيه هيحصل لي إيه لكن لما فات بيها الكيل بقى السيطة نطقت لكن غير كده في إحساس أنها مش هتاخد حقها مش بس الشرف والعار وإحساسها بالمهانة لا إحساسها كمان بالعدل إحساسها كمان بغياب العدل